محبي وعشاق القلع الحمراء يا هلا ومارحة فيكن مبروك هذا الفوز مبروك تأهل لدور المجموعات انا واحد الناس من محبي وعشاق القلع الحمراء محبي وعشاق هذا النادي الكبير بصراحة ليلة المباراة قبل بيوم يعني يمكن حالي كحال الاف بالملايين عشاق محبينا دي الاهلي انا ما نمت الليل عب افكر بالمباراة يا هل ترى رح نغسر رح نكش رح نتهل كيف ممكن احضر المباراة رح يسجل الاهداف التشكيلة كيف ممكن يلعب فريق بروحة جديدة مدرب شاب لأول مرة فكل هالتساؤلات كل هال يعني مخي وجعني بالليل فهذا حال عشاق الاهلي ورد تاني الف مبروك لفوز الاهلي على الشباب الخليل وهرد لك للشباب الخليل المجتهد اللي عمل اللي عليه بالنهاية لازم تكون فيه فائز واحد ويتأهل لدور المجموعة رح نكش شوية تتاصيل عن مجرية المباراة شو المطلوب من ادارة شو المطلوب من اللاعبين من المدرب المشوار بدأ الآن بعد ما انتهت صافرة المباراة بدأ الجديد جماعة الخير وبمناسبة هذا الفوز يعني انتو كنا ما اوانا بستاهل ووصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد من لايكات ان كان على يوتيوب او على فيسبوك وتفاصلك يا ابوهاني فايزا اصدقائي متابق قناة سمس فورت يا حلا ومرحب فيكن فوز مهم فوز كتير كبير لطالما انتظرنا هك فوز نادي اهلي حلب هذا الكيان القلعة القلعة حلب بصراحة حكيت بالفيديو الماضي انك مجرد ما تذكر نادي الاهلي او نادي الاتحاد سابقا الزاكي رح ترجع فيك لالفين وعشرة هون اخر انجاز للكوريا السورية بيستزناء طفلة الفين وثمانتعش لسوريا بشكل عام فهون الزاكرة الاهلاوية رح ترجع لالفين وعشرة بقول لك الله على ايام الزمن الجميل على ايام اه الكابتن محمد عفش واصدقائه وابنائه اللي اخدوا كأس الاتحاد اللي اسوي المهم اليوم اه بدأت جدية جماعة الخير اه الفريق تقه لدور المجموعات بالايام القادمة رح بنشوف مين هنه اه الفرق اللي رح يلعب معه فريق الاهلي فخليني اعطيكم التشكيلة اللي قد يكون الشابة بهاي المباراة اه ازا شفنا بحراس المرمى حارس خبير وعنده تجربة كتير قوية بالدور السوري الشهر الشكر يعني اليوم كان حارس مميز وعم نشوف كمان ابراهيم الزيم اللاعبين او المدافعين الجيدين جدا عم يدافع بشكل شرس جدا على اه شي باكو عم نشوف كمان علي الريني من اللاعبين الشبان اه زكريا حنان احمد حمو المدافع الصلب اللي عائد لفريق او موقع حديرسا لفريق الاهلي وكمان عم نشوف اه زكريا عزيزة من اللاعبين الشبان عامر فياض محمد ريحاني حسن دهان احمد الاحمد عبدالله نجار اذا اعطيناكم شوية اه اسماء من اللاعبين الاحتياط في هذه المرعي الحارس الكبير حمزة سواس عم نشوف مؤنس ابو عمشة اللي كان عنده اصابة مع فريق الواسبي بالموسم الماضي وما شارك عم نشوف كمان محمد النايف كمان على ذكرة الاحتياط حسن الضامن اللي نزل بشوط ثاني امجد فياض مصطفى تتان حسن دهان كمان احمد كالو حمزة اه حاجة ديبو اه شادوك هذا المحترف اه محمد كيالي فايزن هدول اللاعبين اللي كانوا بقائمة او بعثة فريق الاهلي منهم اللاعبوا اساسيين منه كانوا على ذكرة الاحتياط فنشكر نشكر كل اللاعبين طبعا انا ذكرت هدول الاسماء لانه حق واجب علينا نذكر هدول الاسماء المهم اه سجل اعداد فريق الاهلي بهاي المبارات اه محمد الاحمد في دقيقة الواحد وعشرين وحسن دهان دقيقة الاربعة وخمسين طب هون حسب موزيع الداخلي مع ما يحكي او الموزيع تبعية المبارات اه حسن دهان هو سجل الهدف الاول والهدف الثاني فهون نحن نشوف على سكور الاهلي اه احمد احمد وحسن دهان ومسجل الهدف على المهم الاهلي لعب بطريقة يعني اه ما فيني اعطيك كل طاقتي ولا يعني ارجع للخلف لا اللعب كان متوازن ما بين الاهلي وفريق وشباب الخليل يعني قدرات الفريقين قريبة على بعض باسسنا الفريق شباب الخليل كان عمل معسكر بالنمسا بالاضافة لفريق الاهلي لعب عدة مبارايت ودية بسوريا طبعا وكمان الاهلي كان عنده سفر كتير طويل شفنا بعض اللاعبين كان منهقين اليوم سفر من دمشق او اي من دمشق للرياض طورت ثلاثة يام معنو صار في مشاكل بتأخير الجوازات والبياز وما بعرف شو فهي الامور البديهية فصارت امور معقدة بالنسبة لان المهم الفريقين كانوا مثل بعض ما في يعني ما في نقول كفت واحد كان ارجح على التاني لا بالعكس فريق كان اقراب على بعض كان فريق الشباب كان في عنده سرعة في عنده تسرع بالنهاية الفريق اهل حلب اتغلب على فريق الشباب اتنين واحد اهل دور المجموعات يا جماعة الخير ما حكيت انا بعد صافرت نهاية المباراة بدأ الجد خلاص كب كل شي على جنب وفكر بالقادم شو المطلوب لعبين محترفين على مستوى عالي اليوم اه الرياضة استثمار يا جماعة الخير كل الناس بيعرفوا انه الرياضة استثمار اليوم انت عم تجيب لعب اه مثلا اه فلنقول بمئة الف ولا مئتين الف ولا ثلاثمائة الف بالنهاية اذا وصلت لنهاية كأسلتي حدا سوي وحققت اللقب فمبالغ خيالية طبعا عندك مشوار طويل فهذا الشي بده دعم من ابناء حلب من تجار حلب من محبي هذا النادي هذا الشي بده جهد يعني اه اه اذا حكينا بصراحة ومدون ما حدا يزعل بهاي التشكيلة ما فيك تتكمل بدور المجموعات يا جماعة لانه الفرق التانية اقوى منك خلينا نكون صريحين بدون ما نلف وندول وتاخدنا العاطفة فالفرق التانية محضرة اكتر منك عندها نجوم عندها دورية عندها ارضيات عندها اه بدأة تحتية اقوى منك بدرجات كبيرة من كل النواحين كان على صعيد اللاعبين الصعيد الخبرة المحترفين ارضيات ملعب تنظيم دوريات بكل شي اصبح الدول الاخرى افضل منه ومع الاسف بالوضع الحالي قد يكون اه وضع البلد على كفع فريط والقادم اظلم انا شايف لسوريا لانه حسب الاخبار اللي عما نسمعها والمتداوية على سوشال ميديا فالقادم اظلم مع الاسف لسوريا قد يكون في احداث مخيفة بالايام القادمة اه نسأل الله انه يتلطف بالشعب فحبائي واصدقائي هذا فيديو اليوم ان شاء الله انا العجب اعزرونا ببس المباشر كان في مشكلة فالحمد لله انه فريق فاز وتأهل دور المجموعات السلام عليكم ورحمة الله والف مبروك لكل عشاق ومحبي هذا الكيان الاحمر اشتركوا في القناة